السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم أعزائي الطلاب في مادة اللغة العربية ومع مهارة الاستماع مهارتنا لهذا اليوم بعنوان ماذا نلعب؟ في الصف الثاني الوحدة الأولى في بداية الدرس أرجو منكم أن تحرصوا على تطبيق القوانين الصفية وهي أن نجلس جلسة صحيحة وأن نجلس حتى انتهاء الوقت وأن نطلب المساعدة لتشغيل الجهاز ولا ننسى أن نبحث عن مكان هادئ لنستمع جيداً ونجيب على أسئلة الدرس أهداف درسنا لهذا اليوم يا أبطال وهي كالتالي الاستماع للنص بشكل جيد والإجابة على الأسئلة المطروحة على النص بشكل صحيح هل أنتم مستعدون؟ تعالوا معي لنبدأ درسنا في البداية لنتذكر معاً قوانين الاستماع وكيف يكون المستمع الجيد من خلال الإصغاء والانتباه والتركيز ممتاز لنشاهد معاً هذه الصورة يا أبطال لاحظوا هذه الصورة وشاهدوا هؤلاء الأولاد الذين يلعبون يا ترى ماذا نرى في الصورة؟ أحسنتم لدينا مجموعة من الأولاد يلعبون مختلف الألعاب السؤال ماذا نطلق على من يسكن بجوارنا؟ أحسنتم يسمى الشخص الذي يسكن بجوارنا بالجار وما حق الجار علينا يا أبطال؟ سنتعرف على هذا في درسنا لليوم إن شاء الله والآن سوف أسمعكم درساً بعنوان ماذا نلعب ومن ثم سوف أطرح عليكم عدداً من الأسئلة ومن خلال هذه الأسئلة سوف أختبر إذا كنتم قد استمعتم بشكل جيد هل أنتم مستعدون للاستماع؟ تعالوا معي لنبدأ ماذا نلعب؟ هرجنا عصراً إلى ساحة المنزل قال أخي ما رأيكم أن نلعب كرة القدم؟ وقال ابن جيراننا ما رأيكم أن نلعب لعبة الاختباء؟ واقترحت أن نلعب بكرة السلة اختلفنا أي الألعاب نلعب؟ وقررنا أن نحتكم إلى جدي قال جدي لعبة الاختباء اقتراح جيد فكرة القدم وكرة السلة قد تؤذيان الجيران وأنتم لا تريدون إذاءهم سألنا جدي مستغربين وهل لعبنا مؤذين؟ قال جدي لعبكم يا أبنائي ليس مؤذين لو كان في الملعب أما اللعب بجوار البيوت فإنه يؤذي الجيران ثم نظر جدي إلي وقال تخيل معي يا سعيد أنك مريض وتريد أن ترتاح ألا يؤذيك صوت اللعب بالكرة؟ أجبت جدي بل يؤذيني شكرنا جدي جميعا وقلنا سنلعب لعبة الاختباء فنحن لا نحب أن نؤذي أحدا والآن بعد أن استمعنا إلى النص سوف نطرح عددا من الأسئلة ونجيب عليها لنركز جيدا في السؤال الأول المطلوب هو أن نضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة أولا اقترح ابن الجيران اللعبة بكرة السلة هل هذا صح أم خطأ؟ أحسنتم إنها عبارة خاطئة العبارة الثانية خرج الأطفال للعب في الملعب هل هذا صح أم خطأ؟ ممتاز إنها عبارة خاطئة فقد كانوا يلعبوا بجوار البيوت العبارة الثالثة اختلف الأطفال وذهبوا إلى الجد هل هذا صحيح أم خطأ؟ ممتاز إنها عبارة صحيحة فحيث أن الأطفال اختلفوا في اللعب وذهبوا إلى جدهم ليحتكموا إليه وأخيرا اللعب بجوار البيوت يؤذي الجيران هل هذا صح أم خطأ؟ ممتاز اللعب بجوار البيوت يؤذي الجيران فهذه العبارة صحيحة والآن لنركز على هذه الأسئلة يا أبطال أولا اللعبة التي اتفق الأطفال على لعبها هي كرة القدم أم كرة السلة أم لعبة الاختباء ما هي اللعبة التي اتفق الأطفال على لعبها؟ ممتاز اتفقوا على أن يلعبوا لعبة الاختباء السؤال الثاني ما هي اللعبة التي اقترحها الأخ لكي يلعبوا بها؟ هل هي كرة القدم؟ أم كرة السلة؟ أم لعبة الاختباء؟ ممتاز اقترح الأخ أن يلعبوا كرة السلة والآن يا أبطال ماذا تعلمنا من درس اليوم؟ لاحظوا معي أولا ألا نؤذي جيراننا باللعب وأن نختار المكان الصحيح لللعب وأن لا نزعج الآخرين أثناء اللعب إلى هنا يا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة